ومن جاته قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي ردا على سؤال للعربي عما إذا كانت واشنطن تدعم تدخلا عسكريا لمنظمة إكواس في النيجر قال إن المجال ما زال متاحا للديبلوماسية وأضف كيري أن ما تريده واشنطن هو عودة حكومة الرئيس محمد بازوم والالتزام بإرادة الشعب النيجري النيجري نريد أن نرى عودة لحكومة الرئيس بازوم فهو رئيس المنتخب ديمقراطيا ونريد إطلاق صراحه مع عائلته والحفاظ على حكومته كما يريد الشعب النيجري وهذا مهم ولن أتكاهن بشأن تدخل إكواس أو أي أحد آخر ولكن نعتقد أن هناك مجالا ووقتا للديبلوماسية لتواصل إلى حل يحترم إرادة الشعب النيجري